أفادت مصادر إيرانية رسمية أن رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي التقى الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي للمرة الأولى اليوم لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين الجارين خاصة على المستوى الاقتصادي وقال رئيس الوزراء العراقي بأن اللقاء شهد نقاشا هم بعض الملفات الاقتصادية والمشاريع الاستراتيجية بالإضافة إلى زيادة حجم التبادل التجاري بما يخدم مصارح الشعبين ومن المتوقع أيضا أن تغطي المحادثات أيضا التأشيرات الصادرة للزوار الإيرانيين لإحياء ذكرى أربعينية الإمام الحسين الزيارة متميزة وحافلة الحقيقة بملفات عديدة سواء على المستوى البيني أو حتى على المستوى الإقليمي والمستوى الدولي أيضا يزور طهران مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية هناك وساطة أيضا تجريها العراق في هذا السياق بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران وإضافة إلى الوساطة التي تجريها العراق بين المملكة العربية السعودية وأطراف أخرى مع الجانب الإيراني وتأتي هذه الزيارة بعد قمة بغداد التي شهدت أول لقاء موسع بين دول الجوار العراقي على قاعدة التعاون في الملفات ذات الاهتمام المشترك سياق إقليمي معقد للغاية إيران حتى الآن أعلنت عن عزمها على تحسين العلاقة مع دول الجوار العلاقات الثنائية بين العراق وإيران أيضا لديها تحدياتها وهناك أيضا ملف العلاقات الاقتصادية الشائك كل هذه الملفات يعني محمل بها مصطفى الكاظمي هناك أيضا غضب شعبي عراقي من محاولات الهيمنة والنفوذ الإيرانية في العراق كثير من الملفات يجري نقاشها في هذه الزيارة التي تعد أول زيارة تجري من أي رئيس وزراء في المنطقة والعالم إلى إيران بعد حكومة إبراهيم رئيسي وما ينبثق عن هذه الزيارة سيكون مؤثرا وموجها إلى العديد من الملفات التي أشرنا إليها